ليه الناس بتدفع الاف الدولارات للمبرمجين وانت تقدر تعمل نفس المشروع بالذكية الاصطناعية في عشر دعائية لو قلتلك انك تقدر تعمل موقع تجارة الالكترونية او سيستم عيادة او شركة شحن او موقع خدمات تعليمية او اي منصة انت عايزها ومن غير اي سطر كود تصدق الفيديو ده ممكن يوفر عليك شهور شغل وانتظار ويوفر لك الاف الجنيهات وده لو انت كنت ناوي تبدأ مشروع اونلاين زي ما لو حد قالك عايز تعمل موقع او سيستم كنت محتاج مبرمج ومصمم وناس back end وfront end وكنت بتدفع الاف والمشروع ممكن يقعد شهور النهاردة الكلام ده كله تغير دلوقتي عندك زكاء اصطناعي وسيستمات جاهزة وانت بس تختار وتعدل خليني اوريك مثال عملي مش مجرد كلام احنا دلوقتي على منصة stunning.so واحدة من افضل ادوات انشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي واول منصة عربية تساعدك تنشئ موقع او مشروع كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي وكنت شرحت قبل كده في فيديو ازاي ان احنا ممكن نعمل موقع باستخدامها بدون كتابة ساطر كود واحد هتلاقي الفيديو موجود في القناة خليني اوريك دلوقتي تحديث قوي جدا في الموقع اسمه marketplace ودي فيها سيستمات جاهزة معمولة بالذكاء الاصطناعي لمجالات مختلفة بس قبل ما نتكلم تعالوا كده نفعل اللغة العربية عشان نفهم اكتر نقدر نغير اللغة من هنا هتلاحظ كل حاجة تحولت العربة بالشكل ده احنا دلوقتي في الماركت بلايس اللي هو السوق المشاريع تخيل انك عندك عيادة وعايز تعمل موقع حجز مواعيد وامتابعة مرضى بدل ما تبدأ من الصفر او تدفع لمبرمج هنا عندك سيستم جاهز تقدر تعمل بيه موقع كامل بدون برمجة السيستم ده معمول مخصوص لعيادات ومراكز طبية وبيوفر وقت وفلوس ومجهود وده اللي بيخلي انشاء موقع بالذكاة الاصطناعية اسهل بكتير ولو عايز تعمل متجر الكتروني بالذكاة الاصطناعية السيستم ده بيديك موقع تجارة الكترونية جاهز تبيع به اونلاين فورا وده سيستم معمول الاجنسس وشركات الخدمات تقدر تعمل مواقع خدمات احترافية بدون برمجة ولو حابب تعمل منصة كورسات اونلاين ده مثال لانشاء موقع تعليمي بالذكاة الاصطناعية خليني اعمل مثال سريع لمشروع بيع منتجات رقمية باستخدام الذكاة الاصطناعية وهجرب معكم موقع نظام ادارة الاكاديمية والدورات وبصراحة انا كنت بفكر ان انا اعمل موقع زي ده اقدر ان انا اعمل عليه كورسات وابعها وده يعتبر موقع للربح من الانترنت وده يعتبر موقع للربح من الانترنت بيع منتجات رقمية انشاء موقع بيع اونلاين متجر الكتروني بدون برمجة وتقدر تعمل منه داخل اضافة هنيجي هنا هنضغط على الموقع اللي احنا عايزين نعمل زيه بالشكل ده هنشوف كل التفاصيل اللي فيه وبعد كده هننزل تحت لو عجبك هتضغط على استخدام رصيد عشان تبدأ تنفذ المشروع بتاعك هنا قال لي تم الاستنساخ بنجاح اصبح معنا هنا كل النسخة اللي اتعامل بيها الموقع موجودة معنا وقال لي تم استنساخه الى مساحة عملك هضغط على حسنا انفهمت هيجي هنا هيحولني على المكان ده وهنا بيجي يقول لي بقى اعمل اتشات وعدل اي حاجة انت عايزة في الموقع هيظهر لك في الصفحة دي على يمينك هنا اتشات وكل التفاصيل اللي اتعاملت عشان يطلع لك هنا الوجهة الرئيسية للموقع بتاعك بالشكل ده هنا هتلاقي الكود اللي تم استخدامه لعمل الموقع وهنا المعاينة الخاصة بالموقع وهنا قاعدة البيانات الموجودة في الموقع وطبعا لو انا رجعت تاني هنا للمعاينة وحابب ان انا عدل على اي حاجة هنا هقدر اعدل عليه كمثال بسيط هنا مثلا اكاديمية المستقبل انت ممكن تكون حابب تعمل الاكاديمية او الموقع باسم مختلف فمثلا لو انا حابب اغير اسم الاكاديمية هاجي هنا واضف له التعديل اللي انا عايزه مثلا هاجي هنا وهقول له كن بتعديل الاسم من اكاديمية المستقبل الى اكاديمية محمود التعليمية وبعد كده هتدله امر عشان ينفذ التعديل بالفعل هنا غير الاسم من اكاديمية المستقبل لاكاديمية محمود التعليمية وبنفس الطريقة اقدر اتحكم في اي تفاصيل انا عايز اعدلها في الموقع حتى لو هعمل اي حاجة جديدة او اضيف اي بيانات هقدر اضيفها بالطريقة دي وما ننساش الاعدادات اللي من خلالها هنقدر نرفع الميديا او نزبط اعدادات السيو او صورة وشعار الموقع نيجي لسؤال مهم جدا وهو الدفع اونلاين او الربح من المواقع او انشاء مشاريع اونلاين او بيع اونلاين لو انا عملت موقع ازاي ان انا هقدر اعمل طريق الدفع ودي اكتر حاجة الناس بتستصعبها ازاي بعد ما اعمل الموقع هقدر اربطه بطريقة الدفع عشان استيلم الفلوس بتاعتي عاوز اقولك ان اعدادات الدفع هنا في المنصة بسيطة جدا وهتكون مهمة لأي حد عاوز يحول الموقع لمشروع اونلاين حقيقي ويبدأ يكسب منصة ستانينج هتساعدك ان انت تربط الموقع بتاعك بطريقة الدفع سترايب يعني مثلا هنيجي هنا وهضيف هنا في الشات هقوله احتاج الى كبول المدفوعات عبر سترايب طبعا احنا ممكن نختار اي موديل يساعدنا في انشاء الكود ده لو ضغطت هنا هزهر لك كل الموديلز المتاحة ولو ضغطت على الاختيار الاول هيحدد لك الاختيار المناسب تلقائيا مجرد ما ضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي ستانينج ان هو هيجهز لطريقة الدفع دلوقتي قال ان هو تم الانشاء وفعلا اضاف لي طريقة الدفع سترايب وكمان عمل الانفيرومنت اللي من خلالها مطلوب مني فقط ان انا اضيف السترايب سيكريت كي والبابلشبل كي ودي طبعا بتجيبها من الحساب الخاص بيك على موقع استرايب بتضيفها هنا وخلاص كده اصبح عندك طريقة الدفع جاهزة من المزايا المهمة اللي بيتم تطويرها دلوقتي في الموقع هي طرق الدفع المحلية زي مثلا عندنا فودافون كاش والشحن مع شركة بوستا ودي هتكون اضافة قوية جدا وسهلة على الناس اللي حابة تعمل متاجر الكترونية ومواقع بيع اونلاين يعني من المنصة مش بس هتخدم الادوات الاجنبية دي كمان معمولة عشان تخدم السوق العربي ودلوقتي لو عندك فكرة في دماغك تقدر تجربها بنفسك على منصة منصة دلوقتي بالدعم اللغة العربية 100% ده غير ان هما كمان هيضفو لنا خاصية الدارك مود عشان لو حابين تعملوا الشاشة صامر ولو مهتم تفهم اكتر عن الاداة بشكل اعمق وبالعربي ما تنساش تشترك في قناة محمد غيس الرئيس التنفيذي للمنصة هتلاقي هناك شروحات وافكار لاستخدام المنصة وانشاء المواقع بشكل سهل واحترافي المنصة بتديك الف كريديت مجانية شهريا تقدر تجرب الموقع من خلالها لكن لو عايز تعمل شغل اكثر احترافية وتلاقي دعم فهتلاقي عندك البقات اللي انت ممكن تشترك فيها في الموقع وبس كده وصلنا لهاية فيديو النهاردة اتمنى تكون استفادت من الفيديو هسيب لك كل الروابط في وصف الفيديو فلو عجبك الفيديو هريد تدوس لايك وتسيب لي رايك في تعليق ولو انت مش مشتك في القناة الشايك وفعل زي جرز علشان يوصلك شعار بكل فيديوهاتنا الجديدة وفي النهاية السلام عليكم